بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الطالب أحمد صالح العميدي طالب كليات صيدلة سريرية مرحلة ثالثة الجامعة الجامعة بالحياة للطبيعة ان تشربت له بأن تشربت لكually اخذ وقت طويل فأنا يعني مجبور أن لازم أغطي لك المادة كلها زيان وانطيك الأشياء اللي بح تفيدك في المستقبل زيانا كواية أشياء سحنا نسكيبها هاي أشياء لا تكاد لا تذكر يعني مجرد بأوسق لا محفظاً وهذا وميحتاج تفاصيل بس الأشياء تحتاج تفاصيل يعني مجبور أشبح لكيها يعني ما يصب نعبرها فيعني غالباً 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 المحاضرات بحصل بارتين وتداء تشوفون يعني باقي اليوتيوب يشرحون تقريباً كل درق بساعة وأكثر يعني التترا ساكليين مثلاً يشرح واحدة بساعة مثلاً الأمانوغلايكوساد واحدة بساعة وبعض الدرقات تأخذ ساعتين وتلاثين حسب عموماً إحنا خاصةً من الماكورلايد كمنا من الأمانوغلايكوساد كمنا من شنو؟ من التترا ساكليين الأمانوغلايكوساد والتترا ساكليين علي من كان يشتغلن؟ كان يشتغلن على 30 السب يونت اللي هو ياهو اللي هو هذا الحنفوش الزغير اللي هو الجزء الصغير من الريبوسوم والبكترية هسه رح ندخل بالدراجات اللي تشتغل على ال 50S الى سب يونت الريبوسوم أدران اللي هنا أول شيء ماكرولايد ماكرولايد هي جروب أوف انتبايتك يعني مجمع من انتبايتك ليس ما ماكرولايد لأنه يتمتاز بوجود مايكروسيكل للاكتون رينج المايكروسيكل للاكتون رينج أو المايكرولاكتون رينج مادي بتطوكو مياه بالعقاقير أو لا اللي هي هذه شوفوا هذا الستركشور هذا يسموه ماكرولاكتون رينج فأي أي يعني دراج أي دول Io يكون به هذا الستركشور يعتبر من ضمن عائلة الانتبايتك اللي هي ماكرولاكتون أو العفو المايكرولايد انتبايتك الكيتولايد شنو الكيتولايد هذ بس دراج واحد يعني زين هس راح ناخذه ورح نعرف ليش سوف اكو كيتولايد ليش سوف يقل لك يا أبه إنه تمتاز انه هذا الستركتور مالتها انه بيها يعني انت هنا بقية فك يعني نقلك انه هذا بي هاي شقر هنا وهي شقر هنا ما بتبطات بي مجرد كيمستر يعني ما يهمنا نجاس اول شي بيهم اللي هو البروتو تايب اللي هو ابوهم الارثرامايسين هو اول واحد اكتشف من هاي العائلة زيان وكان يعني يستخدم بذاك الوقت واموره طيبة وكان فعال جدا يعني امانة زيان بس بعديين تعرف يعني الزمن منية الطوارح يكتشفون او يصنعون فاد ادوية جديدة من نفس العائلة يعني تكون يا اما مثلا يلعبون بالفراماكو كانت يكمالتها او لا يخلون الافكتف مالتها اكثر وهكذا هذا السحالين بعد قلة يستعملون اصماك واذا اكوي يعني جدا قليل يعني فا اكثر شي ويستعملون الجالة الجديدة مال العائلة زيان يقول لك يعني هاي الادوية مال ماكرولايد تعتبر يعني alternative للبنسلين شون alternative للبنسلين يعني انت اليوم مثلا اجدك في الاصابة بكتيرية واحد مصاب اصابة بكتيرية اول انت بصيد اليوم والمستشفى اول شي تفكر بي عائلة البنسلين البنسلين كلهم طبعا بدون استثناء شوفت الحالة شنو تشوفيها يا عائلة ناسبة وبعدين شنو اذا بنسلين مايفيد سيفالسبورين زين مايفيد السيفالسبورين عندك اللي هنا اضر سيلوال انهبيتر اللي هنا يعني مو مثمو يعني مو قبل تروح على مثلا تروح الازتريونام فرضا مو قبل تروح على الامابينيم والكربابينيم مو للا زني مو لا زني مو للا زنيassembة يعني مو مو يستعملن مو مو هنا مو يستعملن انما غاليات ومو بكل مكان استعملن يعني الصربيهم يصبح لهن uma explosلhh زين ف اول شئ فكر بالبنسلين ما فاد البنسلين و حشح السيفالسبورين مرات لا البنسلين و لا السيفالسبورين لييش لان wood they are كن استعدnung حساسية للبنسلين وتى تعرف الل fleeing للي عندي حساسية للبنسلين خاصية B-cert-stat tract الانتبايتك على الازتريونان طبعا والكابابينين زين في تجي تفكر بالخيار الثاني اللي هو منه اللي هو الماكرولايد اذا جاك واحد مقدة حساسية تسيلة قدك حساسية لالبنسلين اذا قل لك اي تفكر بالماكرولايد يا هنالماكرولايد اللي هنالأريثروميسين والكلاريثروميسين والإزيثروميسين والروقزيثروميسين والتيلثروميسين ماشي وغيرها كهوة بس انها ذن الأشهر يقول لك يا ابن نحن نستعمل الالترنيتب يعنى كبدائل للبنسلين بالناس اللي عدوا مشينوا اليرجيت وبيتالاكتام انتبايتك أنا حساسي للانتبايتك اللي هنه بيتالاكتام رنجي بهن هاي المربع زين الكلايرثروميسين يقول لك انه هو جايبين الأريثروميسين حاطيه لمجموعة مثل طلعنه كلاريثروميسين الأزيثروميسين زين الاختلاف عن الأريثروميسين انه هاي الماكرولاكتون رنج بيها كاربونة زيادة ماشي يعني الكلايرثروميسين والأريثروميسين 14 كاربونة بالماكرولاكتون رنج زين بينما الأزيثروميسين الأزيثروميسين لا 15 كاربونة شوية تكون أكبر زين وسنشوف بالستركتور بالملخص احاطلكم اياه زين ليش طبعا هاي التغييرات يقول لك انه بس ابدأ سوي امبروفمنت للدواء انه من الناحية تبدأ خلي هالي ازود امتصاصية من الجي اي تي ازود البيا فيلابلوتي ممكن اخلي انطرح عن طريق الكدنلو اخلي انطرح عن طريق البايل ازود الافكت مالتي يعني هاي اشياء تتعرفوها بعض زين اكوفد صنف جديد اسمه تيلثروميسين التيلثروميسين هو سيمي سينثتك يعني النصف مصنع وجابي تيلثروميسين معدلين عادية طالع عدنا تيلثروميسين زين يسموه كيتولايد الكيتولايد هو التيلثروميسين هاذا شوكيت يستعمل هاذا يستعمل فقط اذا المريض مالتي صار عده من هاي الادوية زين يعني مثلا جاك مريض حالة معينة زين مثلا تنطي ازوثروميسين يقول اذا كان هاد الدويتش انت استعمله وما فادني يعني عده رزيستنس يعني البكتيريا اللي بداخله عدها رزيستنس للأزوثروميسين مثلا ماشي فانت تقدر تنطي التيلثروميسين ليش هم يعتبر من ضمن الماكورولايد وان كان اسمه كيتولايد هو نفس الماكورولايد زين بس شوية تعديلات بسيطة عادية وما بي كروس رزيستنس كروس رزيستنس يعني عاعلة مال انتبايتك مثلا اذا واحد صار بي رزيستنس كل ينصر بي رزيستنس يقول لك اذا صار واحد من هذن الازوثروميسين او كلارثروميسين رزيستنس كل ينصر بيهن رزيستنس عدا واحد التيلثروميسين ويبقى يعني يكون قوي ضد البكتيري اللي تسوي رزيستنس للماكورولايد زين شلوني يشتغل هادا يقول لك هنان طبعا الماكورولايد بايند irreversible to site on the 50s subunit واقعا هو يرتبط irreversible يعني مو irreversible بس شنو المصدر مختصرها انه يقول لك يابا يعني اكفت فكرة بالموضوع انه يابا الماكورولايد تحديدا اذا تطيب لو كونسنتريشن يعني جرعة قليلة يكون يعني يعني يشتغل كبكتيريا ستاتيك بس يثبت نمو البكتيريا ما يكتلها بس يثبت نموها يجي خلال مناعة تكتلها والسلام عليكم اذا لا والله زودت الجرعة يعني سويتها هاي كونسنتريشن زين اذا سويتها هاي كونسنتريشن وحيصاب شنو من بكتيريا ستاتيك الى شنو بكتيريو سايدو لا هذا راح واحدة يقدر يكتل البكتيريا زين فهو كونسنتريشن ديفندنت فاذا تطيب لو كونسنتريشن تركيز قليل يكون ريفيرزبل زين اذا تركيز عالي يكون الريفيرزبل ماشي احنا نمشى على التركيز العالي الريفيرزبل وين يبتبط هذا نيتش قلنا بال30s بعد انسان خلص الجايات كلهم 50s نيجي ال 50s subunit اللي هو تشبير هذا جزء تشبير ايش راح يسوي راح يسوي يقول لك يا ابا هنان مو انا عدي هذا الاماران اي مو يجي تياران اي هنان ما راح يشتغل لا يمنع تياران اي ولا ايشي بس مجرد يخلي تياران ييجي بس هنان انت تعرف كل تياران اي مسؤول ان يسوي لك فالتشين شا مو حدي من الاماينو اسد ويروح يجي تياران اي ثاني اللي بصفه يكمل ع التشين زيان يعني سوانه مثلا 5 اماينو اسد زيان يروح بعد ينفصل يجي تياران اي يجي حامل اماينو اسد فوق راسه يجي ربطها ويا هذي ويكمل السلسلة اخل نقول فات 50 اماينو اسد بيدون يساوون الماكوالايد ايش راح يسوي الماكوالايد عملهن يعني يجي يمنعن هاي الاماينو اسد هي هلبيبتاةبوند يمنعونها ما يغوي ميتاةبوند بين اماينو اسد ما يغوي وهي الس Saturn ترتبطه مع هذه الاماينو اسد فإذا لم يبطون sock يعني اذا لأن شغله cosa لن استخدم الله البكتريانов قصديul writing interestingly لإى مثلا البكتريان И мы facГbir 32üğ 700 up to 몸 باقي لها بس 2 عن 2 ومثلا باقي لها بس 10 اسوى بروتين ي branch هذا الحبيب يمنعها يبقى ذنبه 32 بطلشرات واحدين وهذا بعد ما لهم فائدة نهائيا ما لهم فائدة 32 أنا بدا سوف أدو بروتين معين عندي فتسيكونس معين الشفور الوراثية تقل لي يجي يسوي يجي الماكرولايد يخربط الوضعية فإذا شنو فإذا ماكو تصنيع إذا بتبكيز عالي رح يظل يمنع هاي الحالة إلى أن شنو البكترية تموت قم بعد ما يصنع بروتين زين بس إذا تبكيز قليل بس مجابد يوقف هاي العملية فتفترة من الزمن بعديا يروح زين هاي بالنسبة للميكانزم أبوكشن هنا نسمي يقلك يجي يبط أبراف أبزبلي بال50S ويسوي لك Inhibiting Translocation of Protein Synthesis زين They may also interfere with other steps such as Transpeptidation إلى آخره الفكرة مالتيني يقول لك يابه هو يمنع هاي الارتباط مال أمانو أسد عنوان يكمل السيكونس السيسلة مال أمانو أسد اللي البكترية تريدها زين generally concerned to Bacteriostatic هو بشكل عام يعتبر Bacteriostatic بس إذا زودت الجرعي يعني سويتها high dose لأ رح يصير Bacteriocidal ليرتبط أبرافزبلي زين Their binding site is either identical to or in close approximately to that of Clindamycin وCluron Phinicol Cluron Phinicol وClindamycin يجي يبطن بنفس المكان اللي يبطن بماكرولايد يعني ذا اللي رح ناخده إن شاء الله سعرور الماكرولايد يشتغلن شغل الماكرولايد زين كالاختلافات بسيطة بس هنا يعني نفس التبتيب هاي يروح عن الففتي اس ويبطن بمكان نفس المكان اللي يبطن بماكرولايد ويمنع البوراتين Synthesis هاي بنسبة نجي الانتيبكتريال سبكترم هنا طبعا يعني المفروض هو يحكي بجنرال بس مادي لش مقسم لكم إياها هوا بس أوكي الأرثراميسين نقل لك هذا effective against many of the same organisms as penسلين يعني هاي تقيبا نفس السبكترم مما للبنسلين يعني أكتب شي تجي بالبوزاتيف والنقاتف تشموح دي يعني قليلات زين لذلك هو يعني يستعملو كالترنيتف يعني بديل للناس اللي عندهم penسلين أديرجي أو حساسية لبنسلين الكلاوريثراميسين هذا شوية يعني أفضل من هذا الاكتبية تقريبا مشابهة إليه بس بنفس الوقت يقدر يلوح الهيمافولوس انفلونزا هاي المايكرو أفغانيزم هذا ما يسموينه من انجايتس زين وغيرها من الانتراسيلور باثوجين اللي هي تروحين الانتراسيلور باثوجين يعني هاي البكتريال قدره peanut الدخل داخل الخلية يعني شون الفيروس يدخل داخل الخلية هذين يدخل البكتريال داخل الخلية ضد البوزيتف شوي اقل كفاءة بس يكون اكثر كفاءة ضد الريسپايراتري باثوجين يعني اكثر انتيبايتك تقريبا مستعمل من بعد البنسلينان اذا احتي يعني اكثر انتيبايتك يستعمل الحالات للاصابات مع الجهاز التنافسي العدوى مع الجهاز التنافسي هو الازاترامويسي لين كلش كلش قوي بالارتي اي اللي هي رسپايراتري تراكت انفكشنز زين خصوصا عدك مثلا هيموفولوس انفلاوينزا والموراقزلا كاتارالس زين الاسبكترام هذي يقلك اهنا يجيب البوزيتف والنغتف النغتف شوي من عدمه هو البوزيتف اغلب هين اغلب الستريبت اغلب الستاف عداء الميرزة طبعا هاي منتين منها ليش لان اذا اكو انتوبايوتك يجيب الميرزة يقلك هذي يجيب الميرزة وهذا وما نحكي لك شي عنا زين عندك يجيب لك الكورني باكتيريوم دايفثيريا زين همنا من الموراقزلا والنيزيرا قونوريا زين اللي هي كوكو القونوريا اللي يجيبها البنسالين جي زين عندك الهيموفولوس انفلاوينزا وهذين يعني قدامك مثلا تشوفوا ممكن يجيب التريبونو ممكن يجيب المايكو بلازما ايضا ممكن يجيب الكلاميديا وغير هالمايكوبكترين اوفيوم اللي هي نوع من انوع التريب كولوسز زين و الى اخره يعني هذا السبكترم قدامك سانا مسوي لك ملخصة عنا نطيك اللي يفيدك به نيجي للتيلاثرامايسين اللي هو رابع واحد اللي هو الكيتولايد هذا السبكترم مالتين نفس الازاثرامايسين هم يجيب النغاتف شوية اكثر من البوزيتف البوزيتف يعني شوية مو هل قد قوة عليهم اكثر شي يستعملوا للسبيرت راكت انفكشن هذا انه يعتبر يعني استركتر الموديفكيشن وذين كيتولايد نيوترالايزز the most common رزيستنس ميكانزم ذات رندر ماكولايد انفكتف اه التيلاثرامايسين الشغلة المميزة الوحيدة بي زين او اكثر شغلة هو عبي مميزات بس اكثر شغلة مميزة بي انه هو استركتر مالتين عدلين عليه بحيث يعني ما يخلون البكترية تاخذ رزيستنس من عدة مثل ما باقي الماكولايد اتنى اللي هلك الارثرا والازثرا والارثرا زين اذا اخذت البكترية رزيستنس من عدهم وطبعا كل شي بسرعة ياخد رزيستنس باقي الموديفكيشن يعني اذا المريض استمر عشر تيام مثلا زين عشر تيام يستخدم زيسترامايسين وحيصير عدله رزيستنس فلازم قدر الان كان يعني من خليه يستعمل الزيسترامايسين او اي واحد من الماكولايد الفترة طويلة عندما ياخد رزيستنس وان يكون اخذ رزيستنس عدك تلاثروميسين بالمرصاد شون الريزيستنس اللي ممكن يصير البكترية تسوي يعني ضد الماكرولايد اول شي يقول لك inability of organism to take up انتبايتك يعني ما تقوم الداخل يعني ما تدخل من خلال الغشاء الخلوي مالتها او افلكس بومب شوف يعني اغلب النفس الشي الريزيستنس يعني تقريبا نفس الشي باغلب الانتبايتك وخصوصا البروتين سنتيسز زين افلكس بومب يعني اضطردها توخر من المدخل اللي يبتبط بال 50s subunit decrease affinity to the 50s تقلل ال affinity يعني اذا هو كان انجذابه كل شئ قولي 50s تقلل الانجذاب مالتها ممكن عشان تقلل الانجذاب انه سوفه the mutation في الطفرة الجينية معينة زين يعني بالريبوسوم الرNA اللي هو الر زين اللي هو المكون للريبوسوم تسوفه التعديل جيني بالستركتر ما ال 50s ريبوسوم اللي هو متكون من جزئين واحد منهم 23s زين يعني هذا شوفه هذا يتكون من جزئين هذا اذا تقلل ما بدونه تكون من جزئين واحد من هالجزئين اللي هو 23s subunit اللي هو شنو اللي يبتبط بالماكرولايد زين فتج البكتيريا بطريقة او باخرى تسوفه التعديل جيني بهذا المكان اللي يبتبط به يضغير المكان اللي يقعد عليه الماكرولايد فالماكرولايد لما يجي لقى المكان مضغير ما يجي يقعد وظل مطشرة لأن انزيمات البكتيريا تكتله ماشي بعد طريقة الرابعة انو البلازميد شي سوينا يقلك ال presence of a plasmid associated erythromycine esterase اللي يسوينا فد انزيم اسمه erythromycine esterase هذا الاسترase شنو هذا بح يجزم erythromycine وباقي الماكرولايد يكسرهن وما يخليهن يشتغلن شغولهن وهذا اكثر شيوين يصير بالجرام نيجاتيف organism اللي هو الانتيرو البكتيرياسي ال erythromycine يقلك شافهن بما انه هو ياخذ resistance فصار limited clinical use يعني بعد ما يستعمله زيان فاكثر شي جاي يستعملون شنو clarithromycine و azithromycine بس همه بنفس الوقت يعني اذا صار resistance بال erythromycine يعني للأسف ال azithromycine و الكlarithromycine بعد ما ما يستفاد منه ليش لان اذا قلت لك واحد اخذ resistance كل ينصر بهن resistance فاحنا نلجأ المن نلجأ لل telithromycine اللي هو يكون effective against macrolide resistance organism يعني فعال ضد منه ضد الورغانزم اللي سوى resistance لل macrolide antibiotics خلصنا ال resistance نجي لل pharmacogenetic الabsorption اول شي ال erythromycine ازيان يعني هو يعتبر base يعني قاعدي فال acid ما للمعدة سيكسره زيان فهذا يعمل ناخذ enteric coated tablet زيان وتتعرف شو enteric coated tablet يعني ما ضل عيد لك انا موجود بالفام وكوكان اتشرح لكم زمين محمد علي زيان او esterified form اللي هو علقة لخليه يعبر للمعة ويمتص زيان eclethromocene esterthromocene telethromocene هذن ما رح يتأثر بالاسد مال stomach يعني مقاومات الأسد مال stomach فهذن شنو يمتص متصاص أسرع من erythromocene ماشي الاكل ممكن يتداخل هاي الادوية زيان اللي هنا erythromocene وال Verkehrthromocene يقلل من متصاص بس شنو إذا clarotherromocene رح يزود من متصاص إيرثراميسين نمن أبلع ككابسول أنه يجب أن تكون without regard to meals الأفضل أن تبعه قبل الأكل أو عدم موجود طعام بالمعدة إيرثراميسين وإيرثراميسين موجودات كايفي إنجيكشن أيضا فإذا نسى الأبزوربشن أقدر نطيع إما أورالي إما إيرثاري إما إيرثاري اللي ما يمتصول لكل اشتاعبه اللي ما حد يستعملها إيرثراميسين باقي لهذا تقدر تستخدمه الأورالي بس أفضل واحد تستخدمه كأورالي يعني الكلاراثراميسين لأن هذا شنو يعني حتى لو أكلت أخذت وي الأكل هم عادي يمتص بشكل جيد بينما ذا النيتشة الإيرثراميسين والتلاثراميسين الأفضل إنه تاخذين يا أما بعد الأكل بأربع ساعات يا أما قبل الأكل بساعتي زين الدستربيوشن يقول لك الدستربيوشن مال هاي العائلة إنه يعني عدها هاي فولم الدستربيوشن يوصلا تقريبا لكل سوال الجسم عادة CSF يعني ما يعبر من البلد برين بيرير ليش لن يعني ببساطة نرجع على الستركتر أنتبع صفتي محترفين بهاي شوف كم أو اتش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني هواي أكو أو اتش غروف هذا هو وتر سوليوبول فإذا نكيد ما يعبر البلد برين بيرير إلا إذا أصاب أكلتها بمعين ماشي زين إن ستقريبا إنت بمعين اخبار他是 تنفضي إليه تواصل إلي Patra اثنين من الانتي باياتكس القليلات التي تصل للبرستات يعني شوف قد القديم بال يعني يوصل حتى ل Sports زين اذا عدك في Bijancejان في اللبروستات تقدر تنطي برستر ميسم أو كّلارثورمايسي زين و الميز الكبرى معني به؟ هذا يتركز بالماكروفيج الماكروفيج والبوليمورفون نيوكليور سايت اللي هي نيوترافل ذن البلاعم الكبري خلال المناعية تيجي تاكل الماكرولايد أنتيبيوتك تاكله بس ما تدمره تاكله يعني مثل التكسي زين يعني هذا الدولي طوب تيجي هال خلال المناعية الماكروفيج تاكله تخليه بداخله زين تروح هي تروح وان صار أكل التهاب وان عدي فد التهاب وان هذا جازك من عمين يبدي يشتغل زين هي مني تروح وحتاخذ رياها خنقول مثلا الكلاريثرومايسين أو الأزيثرومايسين تاخذها بداخلها زين وتودي يعني حرفين تاكسي جاي السهلة المهمة زين جاي تاخذها من مكان توديه مباشرة المكان ما للإنفكشن زين وهنا هاي بفدميزة كلش رهيبة بالماكرولايد أنتيبيوتك زين فمن تاخذ المكان بعد تسهل العملية راح قبل يفتح ساحة حوية البكترية زين ويقل لك إبرز دي ويتلاطمون بالسيوف إلى أن هو ينتصر عليها بالأخير زين شنو الميزة ما الماكرولايد الثانية يقول لك أنه هنه كلهن زين يتركزن بالليفر ليش يتركزن بالليفر؟ لأن هنه يتعرضن للأنتيرو هيباتيك سيركوليشن خلش رح لك الأنتيرو هيباتيك سيركوليشن هاي عندك لمعات دقيقة مثلا وهاي نهاية لمعات دقيقة أكو هنان وهذا الليفر زين وهذا اوقف لي وهذا شنو؟ هذا الليفر هذا الليفر دابسين بالفرس اللي جأته أو ما دابسين بالجائتي النيابة أكفد يعني من أعظم الريسايكلينج اللي موجودة بالجسم واللي تدول على عظمة الخالق اللي هي أكفد شيء اسمه الانتيرو هيباتيك سيركوليشن بنهاية السمول انتستاين أكو مثل المبوب هذا زيان يوديك المن اللي هو بايل دكت تتودي لل يعني عفو تربط للليفر زيان هاي شنو وظيفتها تاخذ الزايد من البايل الليفر ينتج تقريبا ثلاثة ونص غرام من البايل لمادة الصفراء هاي خوة مو كلها راح تطلع بالخروج لا يطلع منها تقريبا أو بوينت اثنين ممكن أو بوينت ثلاثة والبقية يعني ثلاثة بوينت اثنين غرام كلها يرجع يمتص الليفر يرجع يستعملها ما بتلوخ زيان ليش؟ ما يضل الليفر ببعو عشرين ساعة بس يصنع بايل زيان فهنا هاي اللي درقات زيان تمتاز ان شنو انو الاكسكريشي ما لا ترسمح ناخذه بيلياري فمن يكون بيلياري يعني اكيد راح يكون بالبايل والبايل كل شوية تبجع للليفر فيه تبوحوا شوية شوية الى ان كل شوية يطلع شوية من الدوة يرجع ما بتلوخ يطلع شوية من الدوة والباقي يرجع شوية من الدوة يرجع والباقي يرجع الى ان يطلع الدوة كله بس هاذا الانتيروهيباتيك سيركوليشين من البايل مادة سفا من جه ترجع للفر يرجع وياهو يامن اللي هنه الماكرلايد انتبيوتك فلذلك كنا يقل لك انه هنه يتركزن اكتب شي بالفر وها من الادفرس افكت ليسويه اللي كوليستاتيك هباتيتس جوندوس يعني السرح ناغض ان شاء الله زيان قلنا انه كل هنه يتركزن بالفر ولك الاريثروميسين والازيثروميسين والتاليثروميسين يكونن يعني كفوليم ديستربيوشن اكثر من الاريثروميسين فلذلك الاريثروميسين بعد ما حد استعمله الازيثروميسين has the largest volume of distribution of the four هي قل لك اكثر واحد الفوليم ديستربيوشن مال تعالي من بين هذين كل هنه هو الازيثروميسين ماشي زيان الالومينيشن كل هن تقريبا الالومينيشن مالتهم بالياري عادة واحد بس اللي هو الكلاريثروميسين يكون الالومينيشن مالتشنو يكون رينول يعني عن طريق الكيدني زيان بعد هذين برينفادميزة مو حلوة يعني مو ميزة فشغلة سلبية انه هنه يعتبر CYP 450 inhibitors يعني يسون تثبيط لهذا الانزيم واكو هواي درقات يصير الميتابوليزم باللفر عن طريق هذا الانزيم فالماكرولايد لما يجي يوقف عمل هذا الانزيم يعني اكو هواية ادوية زيان ما رح يصير لهم بعد شنو ميتابوليزم فرح يصيرين اكيوماليشن بالدم ويصير اكو توكسيك افكت مثال على ذلك ادك الثيوفلين او الاستاتين وغير هن يعني الشي اسمه الماكرولايد انتبايتك ونشوف المريض هل هو ياخذ هاي الادوية لو ما ياخذها زيان الاكسكرية نفس ما قلنا انه هو ينطرح بالبايل عدا الكاريثروميسين صح يصير الميتابوليزم باللفر بس اكسكريت ان يوران يعني ينطرح بيوران شوف يقل لك من هو الكاريثروميسين هو الوحيد ينطرح باليوران وباقية كلهن عن طريق الخروج اللي هي بالبايل جي اي تي للفيسيز وطلعا برا اذا انت انجبار التطي كاريثروميسين للمريض فاتسألة اول شي عندك مشكلة بالكبد لا عندك مشكلة بالكلة لا اهم شي يكون ما عنده مشكلة بالكلة على مودي انطرح الدوة وبنفس الوقت تسأل ايابة انت تاخد مضادات صراع تاخد هاي الادوية اللي تعتمد على السي واي بي اربعة مية وخمسين هذا الانزام الموجود باللفر زين اذا ياخد فما انطي ماكرولايد لان اذا يعتبر ان سي واي بي انهيبيتر زين اذا ما ياخد لا اقدر انطي طبعا كلهن سي واي بي انهيبيتر عدل ازيثروميسين ازيثروميسين هو مو سي واي بي انهيبيتر ليش لان انا اشقيت لك بالبداية الستركتر مالتا شوية بياختلاف عن البقية مكونا من اشقد من 15 كاربونة بينما ذنيش البقية 14 كاربونة فهذا الستركتر مالتا ما يموح يقعد على السي واي بي يعني ما مناسب لان السي واي بي يعتبر انزام وانزام يحتاج سبستريت فهو يعتبر مو خوش سبستريت للسي واي بي فما يواح يقعد على السي واي بي فما يسوي لانهيبيتر فهذا يمكن اكثر واحد شوية اعمل من هذا النيتش يعني تقدر تنطي للناس اللي ممكن تقدر تنطي للناس اللي ياخذون ادوية صرع وغيرها من الادوية ماشي هسا خلصنا من فارما بوكانيتك نجأ اخر شي للأدفرس افكت اكثر شي سوي لك يا غاسترك ابست او جي اي تي ابست يعني يسوي عبريتيشن بالجي اي تي هاي اكثر شي وي الارثروميسين الكلايثروميسين والباقيات يعني مو هالقد بما انه يتركز بالليفر مابفو ممكن يسوي لك شينو كلستاتيك هباتاتيس جوندس اي دوة يتركز بالليفر زيان ممكن يصيب بي من ضمن الادفرس افكت مالتك كلستاتيك هباتاتيس جوندس زين بعد ممكن يسوي لك اوتو توكسيسيتي هاي وين شفناها الاوتو توكسيسيتي عافية بالاماينو غلايكوسايد ايضا فممكن يخليك يعني تفقد السمع لفترة بسيطة بس لا تخاف يعني انه ما راح يصيب irreversibly الا اذا انت يعني خذت يعني مدة طويلة وبجرعات عالية وخصوصا الازروميسين ممكن يصيب لك هيرنجلوس يلي هو يعني خليك بعد ما تسمع نهائيا بس هاي شينو الا بحالات الجرعات الكلش عالية او لفترة جدا طويلة يعني نفس المانو غلايكوسايد زين كيو تي سي برولانجيشن شوف شنو برولانجيشن افو كيو تي انترول انت تعرف بتخطيط القلب بالاي سي جي ما درستو ما درستو زين اكو هاي تخطيط القلب يتشي رح يكون اقف لا مو هيتش اسف وهكذا زين او لا هنا شوية كفة خلال بسيط مدران هنا هيتش جيبها ها اوكي هاي الوايف هنا شوية مزعجة تي ويف هيتش تكون هيتش زين هاذي شنو اسمها هاي اسمها البي ويف هاي الكيو ويف وهي الار ويف وهي الاس ويف وهي التي ويف زين هاذا تخطيط القلب زين سيمكن رسم معها بس هو يكون هيتش يعني اكيد يعني اذا ترسمها بالواقع شوية يكون اضبط لان هاي هنا لازم تنزل زيادة وبعد تكون مستقيم سأغلس عليها المهم هاي شه يتمثلك هاي يتمثلك الديبولاريزيشن ما للأتريم ما للأذين زين وهذا يمثلك الديبولاريزيشن لو كيو ار اس كومبليكس يمثلك الديبولاريزيشن ما للفنتريكل زين وهذا يمثلك الديبولاريزيشن ما للفنتريكل زين هاي الأدوية شافوها طبعا هنان هاي بالوضع الطبيعي انه لازم تكون يعني ما تتعدى 450 ملي سكند زين يعني 450 ممكن 250 الى 450 ملي سكند اللي هي المدة الطبيعية ما القراءة ما القلب اللي هو ما الاسيج الطبيعي يعني هاي اذا زادت او نقصت يعني هنا اكفة خلل بالموضوع يعني اكفة خلل بالقلب وهذا طبعا ما يصور تغلس عليه انا ممكن صعيدك اريثمية اريثمية اللي عادة من تبنى ضربة القلب قوم القراءة ما تقوم ايش يسوي ايش يسوي انت تودع الملعب فشوفوا انه هاي الادوية زين اللي هي الماكرلايد اذرا تزود الكوتي انتيرفل شون الكوتي يعني المسافة ما بين الكو الموجه ما للكو زين والموجه ما لتي تزداد يعني عشون تزداد يعني هيتش تصير باوع صير هيتش شوف هاي سعدك البي وي وهي هنانا الكو هاي الار شوفوا هاي الاس قدران هاي هيتش شوف هنانا تزداد 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 بعد زين بعد 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 وبعدين يلا تجي تي ويف زين فهنانا شوف هنانا وين مسافة غيره هناك زين وين هنانا ازدادت ازدادت يعني يعني جاي يصير عدي ال دي بولاريزيشن ما الفنتريكل جاي يزداد عدي يعني جاي يبقى متقلص الفنتريكل فجاي يطول يالله يصبي انبساط فهنان جاي يصير ناجي يصير عدة مشكلة ممكن يصير عدة اريثمية واذا صار عدة اريثمية اودع الملاعف فشاف انه هاي الادوية زين للمرض لعده مشاكل بالقبل افضل انو ما تطيها زين هي وبعد فلور كوين ولون هم احنا اخذ ان شاء الله بالمحاضرة الجاية هم ممكن نخلي معرض للأريثمية اللي هي يسموها البرو هنا ذين الاجنت اللي ممكن تسوي اريثمية او الطول كوتي انتر يسمون البرو اريثميك ايجنت برو يعني قبل اريثميك يعني هي اريثمية والأيجنت يعني ممكن تسبب لك مرحلة قبل حدوث الارثمية الارثمية اللي هي عدم تمام ضربات القلب زين Contra Indication المنانو ما استعمل هاي الأدوية نفس ما قلنا الناس اللي عودهم مشاكل بالقلب ثاني شي الناس اللي عودهم فد مشكلة الليفر مالتهم ماذا يشتغل عدل نازم ما تطيهم ليش لان هي اصلا هاي الأدوية تتركز بالليفر خصوصا انه التلثروميسين يعتبر اكثر واحد قوي على الليفر يسوي لك severe hepatotoxicity فهنانا ما نستعمله وان ما كان إلا للحالات الضررية جدا زين درق درق interaction ويا من راح يداخل لنهاي الأدوية بما أنه CYP فأي دوة ممكن يصير لـ بالCYP زين لازم آنش إنه ما أنطويا الماكرولايد فهنانا يقل لك inhibit metabolic metabolism of number of drug مثل anti-epileptic drug statins الثيوفلين وغيرهم which can lead to toxic معتمد كل الاعتماد علينا معتمد كل الاعتماد على هذا الإنزام اللي يسوي metabolism يجي مثلا الأريثرامايسين الأريثرامايسين أو الكلاريثرامايسين يجي يثبت عمل هذا الإنزيم زين هذا الإنزيم بعد ما يشتغل زين هذا الدوة أصلا معتمد على هذا الإنزيم إذا ما يسوي metabolism راح يزداد تركيزه بالدم ويصير يكون toxic effect يعني تأثير سام زين بعد ممكن يصبح الانتراكشن مع الديجوكسين شلون أنه هذه الانتبايتك يعني الانتراكشن زين that the antibiotic eliminate a species of intestinal normal flora that ordinarily inactivates ديجوكسين هنا 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 نورمال فلورا زين بال يعني بال بال نورمال فلورا اللي موجودة بال GIT الديجوكسين هم من الأدوية اللي شنو اللي تتعرض للانتراهيباتيك سيركوليشن يعني يطلع عن طريق شنو ينطع يطلع يوح بالبيل ويصب لها بانتراهيباتيك سيركوليشن ماشي ف يقل لك اكو نورمال فلورا ممكن الإريثروميسين أو الكلاوريثروميسين أو تليثروميسين ممكن تكتل هاي النورمال فلورا زين هاي النورمال فلورا مسؤولة لأنه تسوى ميتابولوزم أيضا عن طريق أنزيماتها للديجوكسين الديجوكسين ينصب لامتصاص بالانتراهيباتيك سيركوليشن مو بنفس القوة لما نصاب لامتصاص أول مرة زين يعني هو أول ما هذا يصير قوي إذا نظلي يتعبض للانتراهيباتيك سيركوليشن اللي هي هاي الدورة المعاوية الكبدية عن طريق البايل هناك تلزم النورمال الفلورة شوية ها تقلل من فعاليتها بنسبة 2% شوية بعد 3% 4% الان تقلل فعاليتها تقوم بعد شنو تركيزها يخوف الفعالية مالتا تخوف يكون مو خطر لأنها دواما جدا خطر هذا دواما القلب يعني هذا ببساطة يعني إذا أخذنا بفارما كده تذكرون هذا الثيرابيوتك اندكس ما تكل شنوره زين يعني الجرعة تطيها مثلا 0.2 0.25 ملغرام إذا تزود يصير 0.5 يعني يموت المريض يودع الملعب زين فهنان النورمال الفلورة هاي رح يكتل الماكرو لائد انتوبايتك زين فما رح يسوي الديجوكسين فالديجوكسين رح يصير بشكل أكثر خطر الموت يعني أنا خاف من قد لانشين الديجوكسين جدا دوا خطر خلصنا الديجوكسين للملخص الجميل مالتنا أخذنا الماكولاد من ناحية كيميستري وأنا حطيت لك الأصناف كلهن عامد أبيل لك هذا الاريثروميسين هذا أبوهن بعدين الاريثروميسين بعدين الاريثروميسين الاريثروميسين والتلاثروميسين هذا الكيتولايد عندك الاريثروميسين شوف هنا اللي جاي تلاحظ أكوفة كاربونة زيادة شوف هنا ماكولاكتون شون شكلها شوف هنا شون شكلها شابن 14 كاربونة بينما هذا لا أكبر هذا يعني أكبر كاربونة 15 كاربونة فلذلك إنه ما يسوي CYP ماشي من ناحية كيميستري وإذا قدامك أنا نحاط لك الاريثروميسين هو البروتوتايف بعدين الزيثروميسين كاريثروميسين روك الزيثروميسين وتليثروميسين اللي هو الكيتولايد زياد هذا قلنا شوكت نستعمله فقط إذا صار أكو بهذا ني زياد الفارما كوكاينتك الابزوربشن مالتا عدل الاريثروميسين الدستربيوشن ما يعبر البلاد برين بيريور بس يعبر لطلاثة بلاسنتا بس هذا النوع تيراتو جنكيان آلي تقدر تطيل للمرأة الحامل أو المرضع زياد ما يضرب الطفل مالتا عالي في تي هالف مالتا أيضا عالي بالبلاعم الكبير والخلايا المناعية تاكله زياد وتودي للمكان فرح يبقى بداخلها تشتغل شغل التكسي فإذا بي بوست انتيبيوتك إفكت لن مالتا عادي ورح يبقى وين بالموكروفج والPMNS زياد الميتابول زمان رح يصير بالليفر ويتركز بالليفر أصلا يتعارض للإنتيراهيباتيك سيركوليشن عدد الكلاريثروميسين الكلاريثروميسين وحننطرح عن طريق العفو ينطرح عن طريق الرينال زياد الميكان باكشن بايند الريفرزابلي تو the site of 50S subunit of the باكتيريا لو عبو ويقول لك أكو هوا مصادر تكتب الريفرزابل ليش لأنه فعلا إذا تطيب low concentration سيكون الريفرزابل يطيب بكتيريوستاتيك من تزود الكون سيصير الريفرزابل زين فبالبداية بلش الريفرزابل ليش لأن تركيز قليل انطياني إذا زودت التركيز رح يصير الريفرزابل لأنه بالمنطق إذا صار الريفرزابل يعني بديهيا إنه حتى له جرعة قليلة هو بكتيريوستاتي فإذن شنو هو بالبداية قلنا إذا ريفرزابل يعني حتى له جرعة قليلة هو بكتيريوستاتي فلذلك هو يعني بين المنطق هو المفروض يبلش ريفرزابل بعدين إذا زودت الجرعة رح يصير ريفرزابل ويكتل هل البكتيريوستاتي ما ش بس أنت التزم بالموجود أنا مو لا تشتبه بس أنتتك إليك فإذا من هاي الكلام إذا قل لك هل هذا الماكرولايد أنتبايتكس زين هذا يعتبر الانتبايتكس لو أنتبايتكس رح تقل لإذا زود التركيز يزداد الإفكت زين الاسبكترم ما لاتين الاسبكترم ما لاتين مثل ما تتشوف إنه هو يشتغل أكثر شي على جرام بوزيتف زين نسبة 85% هي شي شي تقريبا وخصوصا للناس اللي عدو إذا أي شخص عدى إذا أحدى إذا أحدى إذا أحدى إذا أحدى وفقا للإصابة اللي هو مصاب بها اللي قرامنا كتف قليلات اللي يشتغل عليها أكثر شي اللي هي هموفلس ونفلونزا والنيزيريا والموركزيلا كتارالوس وذنى زين الأتيبكال نفس اللي خدناها بالتتراسايكلين الكالماليك بس بالتتراسايكلين إيش قلت لك قلت لك التتراسايكلين بالكالماليك يعتبرن شنو second choice زين بينما بال بي آر سي يعتبرن first choice بينما هنا هنا لا هنا إذا جاك واحد مصاب بالإكلاميديا أو المايكوبلازما أو الليقيون اللي زين أول شي تفكر بي شنو تفكر بال الماكرولايد أنتبويتك بعدين يلا تفكر بالتتتراسايكلين وبعدين هنه يجيب بالسرة بعد بالإضافة نسيت أحط لكم اللي هنه يشتغلن على بي آر سي زين اللي هنه شنو هم البوريلا اللي تسوي الليم ديزيز والركيت سي اللي ركو ماونتين سبوت فيفر والكوكزيلا اللي تسوي لك كيو فيفر هم يشتغلن بس شنو من first choice من بي آر سي الفير هو التتراسايكلين second choice هو المايكولايد إذا التتراسايكلين ما يشتغل ماشي بعد هم فتشغلن نسيت أحطه نسيت رتبها لكم ودزهب القناة مع الملفات زين أكو عدك ال ال المسبب الأقوى لل قرح مع المعدة أيضا من ضمن العلاج ما تلك هذا ينطو ما ثري أنتبايتكس زين تلقي الكلاريثروميسين زين فأنت بشكل عام عندما تشوف السبكترم مالتي قبل يذكرك بيمن بالأمينو بنسالين إذا تتذكر الأمينو بنسالين هنه أمبيسالين والأموكسالين نفس السبكترم تقريبا بس الشغلة المميزة عنه انه هنه هنه يشتغل عد الاتيبيكال الهن بالإضافة الى ذني لوحة الأتش بايلورية هزين هاي لا تنساها هسا والأتش بايلورية يستخدمون لها كلايرثراميسين زين الادفرس افكت زين جي آي تي دي سترس ليا عدم ارتياح أو تهيج بالمعادة تقريبا زين كل اشترك بتاتيس جونت لها النقويات باللفور سي واي بي انه بترمنو سي واي بي انه فقط أجب لك خط هنا أنا موشنو وياي حتى تكتب كل مايسين زائد كلايرثرا مايسين كلايرثرا مايسين زين بعد اوتو توكسيسيتي منظم الادفرس افكت واكيد انت افر دي جوكسين قلت لك النورمال فلورا سوى اناكتف لدي جوكسين فيجي الماكر لا يد يوقف هذا الانكتف اشترك لها النورمال فلورا زين فما اكتف الديجوكسين فالديجوكسين لما رح يجعل الانتي رح يكون تركيزه عالي فاذا ازداد تركيزه بالدم انا اوداء الملاعب فاي مريض يجي يستعمل الديجوكسين نهائيا لتنطيح الماكرولايد انتيباتيك وبعد شغلها ماضيفة زين والشغلة المهمة انه هو يزود انه انكريز شنو كيو تي سي اللي هي هاي الشرحت لك اياها زين فمن الاخير اي مرض اي مريض يجي للصيدلية عند مرض قلب زين او قلب تعبان لا تطيل الافضل يعني الافضل لا تنطي اكو هاي بدائل لا تنطي ماكرولايد اي واحدة منه سواء ازداد مايسين سواء اي واحدة زين بوكس تقول شو نحفظ وهذا ثرو مايسين ثرو ميسين ازي ثرو مايسين كلاري ثرو مايسين روكزي ثرو مايسين تيلي ثرو مايسين في جماعة الثرو مايسين ذن Avакroughée زين الاماينو تقول اي مميزات نيو مايسين جنتا مايسين ذن معروفات يعني اللي بحيج لا لا هنه تم واحد زين اللي هنه الفيداكسو مايسين وعندك الليندا مايسين هذنه شينو؟ هذنه هي تم واحد انت لازم يعني تحفظه تشوف كل ادفرس الفيكت لنصلا ما راح يطاونه لنحن اخدهن كرؤوس اقلها من بل يشسب الفيداكسو مايسين الفيداكسو مايسين هم يعتبر من ضمن الفوقه هن يعني فالستركتر مشابه للستركتر ما الماكرو لاكتون رنج زين بس هذا عده يونيك ميكانيزم اف اكشن شيني هذن؟ يقل لك هذن الميكانيزم اف اكشن مالت تختلف هو كالستركتر تشوفه مشابه للماكرو لايد زين يشبه الماكرو لايد بس هو مو منضر للماكرو لايد ليش لن الستركتر مالت يختلف زين الميكانيزم مالت مميز شينو يقل لك act on sigma subunit of RNA polymerase thereby disrupting bacterial transcription terminating protein synthesis and resulting in cell death insusceptible organism يعني هذن شنو يعتبر يعتبر هذن بكتريو سايدل ليش لن هذن ما يشتغل على هذن يشتغل على ال RNA polymerase يمنع للترانسكريبشن يعني شنو يمنع النسخ زين يمنع النسخ ال RNA polymerase هذن مسؤول عن يسوي لك نسخة من ال DNA ليهي ال mRNA هذن يمنع تكون ال mRNA فاذا منع تكون ال mRNA يعني إذن ماكو عدي نسخة حول الشفرات الوراثية يعني إذن أصلا ماكو protein synthesis فهذا يعتبر شنو مباشرة ينقدي لك توقف تصنيع البروتين وقبل سيل ديث موت الخلية يعتبر بكتريو سايدل الفيداكسومايسين فهذا يعتبر شنو مباشرة يعني السبكترا مالتي كلش قليل او كلش صغير انه يختصر على مين وعلا الجرام بوزيتف الايروب والانايروب يعني فقط الجرام بوزيتف ما يشتغل على الجرام نيجاتف زين بما انه يشتغل على الجرام بوزيتف يعني كيد يكوفر الستاف والانتيرو كوكاي وهو أصلا يستعمل لحالة الكلوستريديوم ديفيسيل أيضا شرحت لك بديش المحاضرة البارت الأول اللي هو إذا أخذت أنتوبايتك زين بكثرة رح يكتل النورمال فلورا رح تبقى هاي النورمال فلورا زين هاي إذا بقت رح يفضل هالملعب رح تسوي لي بلاوي بلا معاه رح تطلع لك هاي الصورة أيضا قدامك لا معاه رح تصير هيتشي ليش لان هاي بقت واحد هي فتسبب لي مشاكل بالمعدة فهذا بالإضافة للفانكومايسين والجنتمايسين هذا أيضا يستخدم لقتل أو للناس المصابين بالسوبر انفكشن والكلوستريديوم ديفيسيل بسبب الميكانيزم ماتتل جدا مميز إنه يروح على الـ فهذا صعب يكتسب يعني هذا يعتبر من ضمن الـ فموين ما كان استعمله لا استعمله فقط للحالات اللي أنا أريدها مثل السوبر انفكشن على سبيل مثال الأدمنستريشن مالتا يقلك هذا بما أنه يستعمل على مود أعالج حالة السوبر انفكشن بالكلوستريديوم ديفيسيل فإذا هذا أكيد ما رح ينتص انتصاصة جدا قليل فرح يبقى بالجي اي تي وينطرح من الجي اي تي ذلك يعني انه هو شافه جدا فعال بعلاج اللي هي تكون بالقطبلة معه الموست كومن ادفرس افكت مالتا نوزيا فوموتينج ها موجودة بأغلب أنواع الأدوية بالعالم اب دومينال باين ليش لأنه رح يبقى بالجي اي تي زين عدا مو هل قد مميزات عدك ممكن يصيب انيمية ونيتروبينية انيمية اللي هو نقص بمن بالكوريات الدم الحمر نقص بالنيتروفلز زين يعني هذا جدا مميزة هذا الادفرس افكت جدا مميز فا احفظ لي بعد ممكن يصير بي هاربوب سنسيتيفتي زين ممكن يكتسري عن الناس اكو بعض عدهم حساسية زين خصوصا الاستعمال الطويل رح يصير بيهم حساسية ديسبنية اللي هو ممكن يأثر على تنفس مالتهم برورايتس ايضا حكة حكة يصعدهم يحرشون بجلدهم هرش بسبب هذا الدواء فاذا لك انه هذا الدواء قوي مو عين ما كان يستعمل الفيداكسومايسين يجب ان يستعمل بحذر وين بالناس اللي عدهم حساسية للماكرولايد بالمناسبة 3 تربعة لانتباتك ممكن يصير اكو حساسية اشهر واحد بين البنسلين بس مو معنى تباق لانتباتك ميصير بين حساسية لا اكو غاية ناس عدهم في جينيين ممكن يعني هو اصلا جينيا رح يعتبره اليرجين وقوبالين حتى لو تطيب جرعة قليلة رح يصير اكو اليرجي فقلك الناس اللي عدهم اليرجي من الماكرولايد اللي هنا ذني الفوق الاريثرامايسين والازيثرامايسين وهاي ذني الحبشكلات اذا اكو واحد عنده حساسية ذني فالافضل ان شنو ما انطي الفيداكسومايسين واذا انجبارة انو انطي بس بجرعة جدا قليلة ماشي كما نبني الفيداكسومايسين نجل الكلورام في نيكول هذا من اقوى انواع الانتوايتك و جدا خطر هذا هو برود سبكترام جدا فعال بس جدا خطر زين نستعمله جدا قليل او الاستعمال والتي تم تضييقه تم تضييق نطاق الاستعمال والتي ليش لان هو يعالج يعالج وهو ايضا يعتبر يعالج الاصابات اللي تكون يعني تسبب الموت جدا خطرة بنفس الوقت هو الادفرس افكت مات ممكن يخلي الانسان يموت شلون نسا نعرف ببدأ خنشوف الميكانيز موفاكشن نفس ترتيب الماكرلايد نفس الميكانيز موفاكشن ماكو فرق بس بس شي يقلك ليش قلت لك جدا خطر لان هذا اذا ازود التركيز شوية بس انت جرعة عالية ممكن اعذل ميتوكندرية والخلايا مالجسمي زين واذا اذ ماتوكندرية يعني شنو انا ودع الملاعب زين ممكن هذا ايضا يسوينا بون مورو توكسيسيتي او بين قوسيا بون مورو دي برجين يعني البون مورو انو خاع العظم بعد يودع الملاعب يقوم بعد ما ينتج خلايا دم واذا ما ينتج خلايا دم انت تودع الملاعب بيك بلاستيك انيميا سرح ناخذه بالادفرس افكت نوت ملاحظة اللي هنه التحضيرات الدواحية يعني الكابسول والحبايات ما الكلوران في نيكول انمنعت باليونيتد استيت ليش انمنعت بامريكا لان جدا سام فهذا الدوة جدا خطر ما نستعمل الياهو تشان السبكترام مالتي يشتغل على هواية مايكورغازم لان هو شنو برود سبكترام من ضمنها الكلاميديا الركتسيا الانايروب زين يعني الكاما اللي يكفرها بي ار سي كفر هوا هاكذا زين الدرق برايمر بكتريوستاتيك زين هو نفس الماكورلايد هم بالبداية هو بكتريوستاتيك بس ازاود الجرعة يصبح بكتريو سايدل يعتمد على الجرعة يعني الريزيستنس شون رح يصبح هناني الخليه البكتيريه رح يسوفد انزيم يكسر الكلوران في نيكول يعني سوفد انزيم يسوي الكلوران في نيكول ماشي زين بما انه المنع بالأورال فورملايشن فاكيد يبقى عدشنو الاي في الاي في هو اكثر شي يستعمل و بنفس الوقت انه الكلوران في نيكول ليش قلت لك انه هو خطر لنه من ضمن المميزات مالته انه هو يوصل ل يعني يعبر الدماغ حتى لو ماكوا اصابه لأ هو اصلا يعبر يعني فإذا لا أنا ما اقدر اخاطر الدماغ المريض والله على مود اصابه زين كلوران في نيكول برايمر لي أندرغو هيباتيك ميتابوليزم عن طريق الغلوكورينايد أو الغلوكورينال ترانسفريز اللي هو فيس 2 خذتوا بالفواما كوكاينتك وبعدين بحيطلع عن طريق الرينول بنسبة 90% عن طريق الرينول في أكثر شيء يعني أي شخص عده مرض بالكلة ما أنطي كلورون في نيكول أي شخص عنده سروسز أو الليفر مالتتعبان أقلل الجرعة ما لكلورون في نيكول هاي إذن جبارة عالية كلورون في نيكول أيضا سيكريتل في بريست موك يجب أن تنقل في بريست فيديك موكورينا هذا نهائيا لو على قصر قبتي ما أنطي لا للمرأة الحامل ولا للمرأة الموضع ليش رح نشوف السابق الأدفرس أفكت الثاني ما تليش أول شي هو سوينا أنيميا أدفرس أفكت خصوصا وين هيمولايتك أنيميا طبعا وين بالناس اللي عندهم G6PD Deficiency هايته تعرف هنا دارسه بالبايوكيميستري زين هذا أنزيم إذا أقل يعني هنان اللي قلوتاثان رح يقل عندي فالقلوتاثان هو يحمين الRBC زين وباثوي طويل وتخذتوه بالبايوكيميستري فإذا الناس اللي عندهم هذا الانزيم قليل ويأخذون كلورون في نيكول قبل رح يصرب بهم هيمولايتك أنيميا زين بعد ممكن نسوي أبلاستيك أنيميا أبلاستيك أنيميا يعني هنان بعد البون مرو ما جاي ينتج عدي RBC ليش لأنه رح يصرب عدي بون مرو ديبريجين وهاي الابلاستيك أنيميا يقل لك متعتمد على الدوز يعني ممكن إنسان يأخذ كلورون في نيكول صار زين ورا فترة خطيئة يصرب بي أبلاستيك أنيميا ليش لأنه يبقى التأثيم كلورون في نيكول يضرب بالبون مرو وفيصور عدي بون مرو ديبريجين حتى لو أكتع الدوز زين هم ممكن يصرب بي هذا الأدفرس افكت زين ثاني أدفرس افكت وهذا المميز يعني هذا أدفرس افكت كل ش مميز زين هنا بس اثنين أدفرس افكت وهذا أكثر واحد مميز اللي هو الغري بيبي سايندرام هس رح تلعي صورة قدامك زين هال الغري بيبي سايندرام الطفل ينولد هتشي لو أنا رصاصي ماشي فلذلك إنه أنا سبق الميكانزم بسأن النوع هو جدا يقول لك يقول لك يقول لك يكون يقول لك بما أن الطفل بداخل بطن أم وبعده الكبد مال تمام تكون بشكل تام زين والكدني مال تمام بتكون بشكل كامل زين فهذه الكلورون في نكون من رح يعبره من الأم للطفل الطفل بح يشوف زين هذي يحتاج ليفر قوي ويحتاج الكدني قوية إذا هو بعده الماء كاملات يمي يعني رح يودع الملاعب زين أو ينولد اللي هو يكون لون رصاصي بس هم ما رح يقيمونه ورا فترة This lead to drug accumulation to concentration that interfere with the function of mitochondrial ribosome causing poor feeding depressed breathing cardiovascular collapse and cyanosis زين فبسبب انه اللوفر مالتما كامل والكدني مالتما كاملات زين فالميتو كندريال ribosome مالتا رح تودع زين رح التغذية اللي تيجي يتقل زين ما يقدر يتنفس عدل السي في اسماتي خصوصا للهارت يودع يصر بي سيانوسيز اللي هو شنو يسمو grey baby وبنفس بالاخير يعني يؤدي إلى الموت يعني فأدلتس who have received very high dose of chlorophynecomia also exhibit this toxicity يقلك حتى بالناس الكبار اللي ياخذون كل شجرعات عالية من الكلوران في نيكول هم لا تستغروا بانهم رح يصر لونهم رصاصي او لون الجلد مالتهم رصاصي فالgrey baby syndrome هاي مصير بأي انتيبايت غير بس هذا زين فأنت هذا يعني فاتشي كلش مميز بعد الكلوران في نيكول يعتبر CYP inhibitor يعني نفس الماكرلايت هام يسوي انهيبشن لCYP 450 واللي هي هواي أكو أدوية تعتمد بالميتابوليزم على هذا الانزيم زين فمن يسوي الانهيبشن وحيد داخل ميتابوليزم في هواي أدوية مثل الوارفارمين والفنيتوين وغيرها زين كمنا من الكلوران في نيكول نجي لكليندا مايسين كليندا مايسين هذا هم ما تنشين هذا الحبيب مالتنا اللي كليندا مايسين هم يعتبر تقريبا نفس الشسمة نفس شغل الماكرلايت يعني ما كفد ذاك الفرق زين يمكن الفرق يكون بسيط من ناحية الفارماكو كائنات كي يشوف هاي كازميكان اسم زين المن يستعمل 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 تريتمنت أوف جرانب بوزيتف انفكشن انكلودنج ميرزة يعني هاذ دوة ما نستعمل وينمشان ليش لان هاذ يكفر الميرزة والميرزة قلت لك شنية الميرزة هي احد اقوى نواع البكترية هي والسيدومونوس ارغنوزا والفي آري اللي هي البلانكومايسين رزيستنس انتيرا كوكاي زين فهذا يكفر الميرزة فهذا ما نستعمل وينمشان زين وبالاضافة يكفر الانعي ربك بكترية فهذا اكثر شي يستعملو جماعة الجلدية للاتهابات الجلدية يحطو عجل بس ما تاخذ يعني كحبايا وكذا لا مو دائما ليش هسا رح نعرف الريزيستنس شون رح يصير نفس سالفة تغريبا 3-4 عن نفس الميكانيزم of resistance Clostridium difficile is resistance to Clindamycene Clindamycene ما رح يكتل Clostridium difficile فاذا انا اخذتك حبوب زين هم اكتل Normal Flora بس رحبقي Clostridium difficile زين فأي شخص مصاب Clostridium difficile ما نطي Clindamycene لان اصلا موفع ضدها ماشي واصلا واحدة من بما انه ودوه قوي زين اذا استعملت بعلاج اي infection ثانية وحدة من الخطيرات ان يسوي super infection بال Clostridium difficile ليش لان يكتل كل Normal Flora عادة هذي هذا ما يكتل وهذا بوقت واحد يسوي لمشاكل ماشي هو اكثر شي يعني ينجذب لنقلنا الغرام positive زين وال غرام negative الان aerوب مثل البكتري وهاي جدا بكترياوز غور نطيق lindamycin مثلا Decreasing due to Increase resistance هذا شافوا انه بالبداية يعني بداية عمله انه البكترياويد يشتغروا بدها بس تعرف يعني بالسترينات الجديدة وتتكاثر 24 ساعة بالملايين هيا انواع البكتريا خصصا الغرام negative in aerوب ومن ضمن هال بكترياويد زين فشافوا استعماله بعد مو ذاك الفعالية اوك يفيد بس مو ذاك الفعالية ليش لان يوم عن يوم البكترياو خصوصا هذي جاي تكتسب resistance ضد lindamycin فهذا ما قام بعد محد يستعمل بس أطباء الجلدية للترات الجلدية زين والأصابات مال المرزة ايضا يستعملون lindamycin فاما كوكاينتك يقل لك موجود كأورال فورميلايشن وكأي في بس يقل لك الأورال فورميلايشن بعد محد يستعمل ليش لان يعني أذين الجي ايتي زين يعني هذا يوصل كل البودي فلويد زين بس ما يعبر البلد برين بيريير بس يوصل يعني حتى يوصل للعظام للمفاصل يعني حتى يستخدم مرات إذا إنسان عد فد انفكشن بالبون مالتين وبالجوينت بالعظام وبالمفاصل ممكن كلندمايسين جدا يفيد ليش جدا يفيد لأن يوصل لهناك زين كلندمايسين يعني يسأل الميتابوليزم بشكل جدا شديد بالليور زين فالإكسكريشن مالتين يكون وبنسبة قليلة باليورين بس أكتب شي يعني عن طريق الخروج يطلع بما أنه يطلع قليل عن طريق اليورين فما حد يستعمل بحالات لالتهابات المسالك البولية أي شخص اللي ما لتتعبان أو الكدني تعبانه ما لنطل كلندمايسين وهذا صرت محترف ليش ببساطة يعني الدول قوي زين ما أنطي لواحد الجسم ما لتتعبان أو ما أنطي لواحد الليفر والكدني اللي هي من أهم أعضاء الجسم تعبانات فأكي هو واصلا دول قوي يحتاج ل يعني صاحي وكدني صاحي أنا ذا ذا تعبانات الشي في دي أنا كتلة للمريض جلطي سم ما جاء ينطي دول زين فأنت بعد نما أن أقل لك دول قوي حط ببالك أول شي أنه إذا المريض ب الليفر عمالت عنده مشكلة به أو عنده مشكلة بالكلية ما أنطي هذا الدول ماشي اللي هو الفيداكسو مايسين من ضمنه وكليندا مايسين وكلوران في نيكول عندك والتيجي ساكلين أيضا وغيرها من الأدوية اللي رح تجينا إن شاء الله زين فأقل لك الآن الناس اللي عندهم مريض أو مايسين ما أنطيهم بالإضافة سكن راش اللي هو حساسية الجلد يعني يقوم يهرش بجلده واحدة من أشهر الأدورس افكت ما هذا الكليندا مايسين وبعد ممكن سبب الديارية يعني إسهال which may represent a serious seedomembranes collitis caused by overgrowth of clostridium difficile يقل لك أيضا من ضمن الأدورس افكت مالتا إنه يكتل النورمال الموجودة بالGIT والclostridium difficile وح تبقى واحدة ما يقدر يكتلها فإذا أبقت واحدة أرجع وأقول سيصرد لك super infection وتودع الملاعب فبهاي الحالة أنا شون أعالج الموقف يأما أعطي اللي هي أيضا الصوبة للمبل المليون وح تطلعها قدامك على ما تحفظ هاي الإصابة أي شخص يجيب لك مثلا بعقبا النظور ما للمعامات وشوف تشي قبل تطي لومي تبين ندازو لفانكومايسين أو فانكومايسين وجنته مايسين ماشي خلصنا من الثلندة مايسين حسا ما بقى النشي بقى بس هذا وبقى الأوكزو زوليدونز زين عندك وصلنا الهنانة اللي هي الكوينو برستين والدالفو برستين هذاني عبارة عن مكسجر of two ستريبتو غريمز in ratio 30 to 70 respectively يعني هي عبارة عن خبط هاي أدوية خبط يعني تلقى هذا combination موجود due to significant adverse effect this combination drug is normally reversed for the treatment severe infection caused by vancomycine resistance enterococai in the absence of other therapeutic options يقل لك بسبب هاي significant adverse effect مالتا زين عدة adverse effect ستاح ناخذين زين combination مع هاي الدراج مع هاذا وهذا اللي هو الكوينو و الدالفو و الدالفو و الدالفو زين اقتصر انو بالعلاج بس على severe infection زين بس على الاصابات جدا شديد مثل الاكتب شي الفانكوماسين resistance enterococai ماشي يطو هاي الكمبينيشن تقدر يعني تكون فقالة للمرضى اللي عدم هاي الاصابع شون يشتغل each component each component of this combination bind to separate site of 50s اتنين نشتغل عن 50s subunit بس كل واحد يبتبط بمكان زين الدالفو pristine disrupt elongation by interfering with the addition of the new amino acid to the peptide chain يقول لك هذا رح يروح يداخل ويامن ويه البيبتايد chain مع new amino acid يمنع الformation مع new amino acid وال quinopristine نفس المكان اسم افوكشن مع الماكولايد هم يمنع الابتباط مع sequence of amino acid ب amino acid جديد مصنع يعني هذا يمنع التصنيع من amino acid جديد وهذا يمنع ابتباط sequence بالامان acid الجديد زين they synergistically interrupt protein synthesis يعني هذا 2 رح يقفلا عملية التصنيع لبروتين فيعتبر شنو يعتبر بكتريا سايدل زين مو بكتريا ستاتيك فشنو يكون فعال اكثر من الماكولايد بس الادفرفس افكت مالتقوي فما يستعملوه الا بحالة VRE زين ما vancomation resistance anterior cocai زين بعد ب long post antibiotic effect هاي الميزة واحدة من الميزات ايضا السبكتر المالتقى اسمع قلنا انه يجيب الغرام positive زين حتى الغرام positive اللي هي تكون resistance الاثر antibiotic زين it is primary used for treatment of anterior cocai fasium خصوصا ال VRE قلنا رغم انه هيها جدا قوية يقدر يجيبها بس شنو ما يقدر يكتدها يعني يقدر يثبط هيها كل قوية ترين قوية ومقاومة الأغلب انواع الانتبايتك زين فهذا صح يجيبها بس مو quobal يعني مو bacteriocidal هذا لا يعتبر بكتيريستاتيك عليها بس على غير يعتبر bacteriocidal the drug is not effective against anterior cocai fascialis يعني اذا جاك يا واحد من هذا يجيب لك MCQ يا واحد من هذن الدرقات process commonly account for resistance of this agent يعني يسوي لك البكتيريا يسوي لك انزيم او تسوي لك mutation بالtarget مع الريبوسام اللي بحترتبط بي او انو تسوي افلاك بام يعني نفس الميكانيزم اف اكشن مع العفو الريزيستنس اللي يصيب الماكرولايت هم ثلاث شغلات يا اما البكتيريا صنع انزيم يدمر هذا الكمبينايشن يا اما البكتيريا صنع الطفرة جينية تغير الستركتر مع 50 ساب يون تخلي مي جني بترطن بي زيان يا اما افلكس بام ماشي يعني تغير من 3-4 البروتين سنثيس اللي اخذنا هن نفس الميكانيزم اف رزيستنس هم لو انزيم لو ميوت افلكس بام زيان فاما كوكاينتك هذا متوفر ك IV يعني كحقه وريدية هذا الكمبينايشن يعني 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 يطلع عن طريق شنو يطلع عن طريق الخروج وليس عن طريق اليورن يعني ثلاث شغلات زيان متوفر ك IV فقط زيان وما يوصل لل بريم بريم زيان بنفس الوقت يصر الميتابولوزم بالليورن ويطلع عن طريق الخروج مع الإنسان مو عن طريق الإدرار الادفرس افكت ممكن يصري لك فينس اثناء الحقن مرات قدمت دوه قوي يصري عندك التهاب بالوريد زيان اللي وقت يسمو ثرمبوفلبايتس زيان فهذا من ضمن الكمون افكت ليش لنه ممتوفر بس IV بعد ممكن يصوي لك يعني هذا الكمبينيشن رح يتعارق ويا انتي بايتك ثاني يعني مو دي يطلع زيان فهذا رح يسبب ليتكوم للبيلوروبين بالدم فيصر عدي جوندس زيان اه ارثرالجيا وميالجيا هفبين ريبورتين وين هايردوز اردمن يعني شنو وهم بالمفاصل او بالعضلات زيان من ضمن الادفرس افكت مع هذا الكمبينيشن زيان فالكوينر بروستين والدالفو بروستين ايضا يعتبر ان شنو سي واي باعمية وخمسين انهيبوتر تحديدا المن اللي هو هذا تقريبا اه ثلاثة اربع الادوية بالدنيا سيرا عالية زيان فبالتالي رح يدخل وياه ادوية هواية تعتمد بالميتابلز ما لتعال هذا الانزيم فايذا شنو لازم انطي واحدة ما انطو يا ايدو وثاني وهو انا قلت لك هذا الكمبينيشن ما ينطو فقط الحالة ال VRE ليش لان جدا قوي والأدفرس افكت ما تجد يأذي زيان وهو اصلا يستعمل بس لل VRE يعني نادبة ما تلقى يستعمل الغير اصابة زيان نيجى اخر شي ولو تعبت بس يلا ما يخالف اللي هنا عائلة الأوكزازوليدون هي بس دويات ثنيا اللي هنا نانيزولايد والتديزولايد او الزولايد اعتبر من سنتيتك أوكزازوليدون ديفولوب تو كمباكت جران بوزيتف اوغانيزم سووهن على متشنو الوحن الجران بوزيتف اوغانيزم اللي هنا من ضمن هن شنو المرزة زيان وال VRE و ستريبتو كوكا المقاومة للبنسلين ماشي فهذا العدوية جدا قوية هذني ليش لاني تجيب المرزة وتجيب ال VRE وتجيب الستريبتو كوكاي اللي تكون مقاومة للبنسلين شون الميكان ازمافكشن مالتها ذني قل لك يرتبطن بال 23S ريبوسوم ال RNA اللي موجود بال 50S يعني جزء من 50S يرتبطن بي زيان يمنع يعني ساعدك هذا 50S زيان اذا قسمه بالنص واحدة من اجزاء 30S و هنا شنو 70S سببونت ماشي فهو يجيب يرتبط بال 30S سببونت هذني من يجيب بتطم بال 30S سببونت احنا هنا عدنا 23S سببونت عدرا اكون هنا بعد 30S منتظر هذا 50S يعني يجي يبتبط وياه هذا يجي يبتبط وياه هذا صغير يالله يجي الامرن ويصير عملية قراءة الشافرة وتكوين لبروتين فهذن الادوية رحيزن يزمن هذن 50S سبونت يزمن يكرض من ياخته على قلته اخوانا بالجنوب زيان يكرض من ياخته ويمنع الـ 70S سبونت الـ اللي لما يداخل 50S ماخذي هذا بالمايكرو 50S سبونت ريبوسوم من يرتبط او يداخل 30S سينتجينا 70S يعني واحدة كان يسمون ريبوسوم واحد يسمو 70S سبونت ريبوسوم البكتيريا زيان فهذا الاندماج ما بين 50S وال30S رحيمنع يمنع منو يمنع اللي هن هاي العالم الادوية اللي هن زولايد والتدي زولايد اللي هن الـ اوكزازوليدون ماشي اذا هذن ما تصنيع اذا ما كو بروتين تيرو كوكاي واصلا ما حد يستعمل هن ليش لان مخصصات للمرزة وال VRE بعد الكورني بكتيري سبيشيز اللي هالدايف ثيرا من ضمنها والليستيريا مونو سايت جين زيان ايضا شافوهن انه ممكن ينطعم فتفع عالية ضد بكتيريا سيلور اولي هي التي بي زيان بس المين كلي يوز المال لانيزي تيديزولويد المن تبيت انفكشين كس باي دراج بزيستنس جوان بوزيتيف اي بكتيريا تكون مقاومة للادوية استعمل الهنينيزولويد ليش لانا ما اضل انطي الهنينيزولويد تيديزولويد اني اصلا ادوية طوية زيان فما ممكن انطيها بس مجرد اصابة بكتيريا عادية الا لو اطيها للمرزة لول لل VRE لول other يعني streptococci resistance species وغيرها يعني يعتبر بكتيريوستاتيك زيان بس اللينزولايد يعتبر بكتيريو سايدل ضد streptococci ماشي واللينزولايد يعتبر alternative للدابتوميسين for infection caused by VRE ال VRE من ضمن العلاجات مالتها زيان ينطون دابتوميسين زيان البديل للدابتوميسين هو اللينزولايد زيان اللينزولايد شافوا انه هو بديل جيد وفقال ضد الاصابات بال VRE زيان فهاي سجله يمك اخوان ها الكلام اللي يحشي يسجله بالدفت شوف هاني سا شم واحدة قلتها بالمحاضرة تشتغل على VRE شم واحدة تشتغل على المرزة هنو الأدوية القوية اللي يجيب من المرزة و VRE هذنو حوط هنو بلاستة عمودي اذا جاك كيس من المرزة و VRE زيان تشوف هنو الأنسب والأقل adverse effect تستعمله ماشي لان اذن ما تسوي ملخص يعني كل واحدة حتشاتين حتشاتين حاطن ممصدر مو ما لاسوي لك ملخص عليهم ماشي يقول لك بكوز بكتيريوستاتيك The oxazolidone are not recommended a first line treatment of مرزة يقول لك صح انه هنو فعلات ضد المرزة صح آمنتوا بالله ما عندي اي اشكال بس هنو بكتيريوستاتيك يعني ما رح يكتلني البكتيري قبل رح يثبت ان يضعفونها الى ان يججازك المناعة وتطف الدوء ثاني و يكتلها زين فهذن مو من ضمن الخيارات الاولى للمرزة اكو خيارات افضل منها زين مثال عدك تايجي ساكلين خوش خيار للمرزة زين عدك بعد شنو يجيب المرزة المرزة ممكن يجيب الكاربابينيم ايضا الكاربابينيم ممكن يلوح المرزة زين اكو هاي خيارات للمرزة تعتبر بكتيريو سايدل مو بكتيريو سايدل زين بس هاذا هم شافوه فعضة المرزة امنتوا بله بس اكو ادوية اقوى من عنده فاذا اصابه بالمرزة ما انطي قبل الينيزولويد انطي غيب ومثل تايجي ساكلين افضل من هذا وعندك بعد شنو الفانكو مايسين ايضا يجيب المرزة زين عيني وايضا انو الينيزولويد اللين بكتيريو ساتيك فهو مو من ضمن الفيرس لان بس انو نقدر ننطي للاصابات اللي هي بالفي ارعي اللي هي فانكو مايسين بزيستنس انت يبو كوكايل الريزستنس هام نفس الحتي ياما سوى ميوت ب باين دنك سايد ياما افلوكس بامب ياما انو يعني انزيماتك ان اكتيفاشن يقل لك كوكايل رزيستنس ويث اذا انا عندي اي دو من هذن ادرسناها لفوق صار بي رزيستنس فما رح يلوح الريزيستنس لان هاي تختلف عن ذا النية الفاما كوكاين اتكمالتها ذني امتص بشكل جدا جيد من جي اي تي متوفرات حقا ايفي حقا وريدية دي ذات is metabolized via oxidation to inactive metabolites يقل لك يا باب من الاخير يتوضح لك النينزولويد يسوي الميتابولزم بالليفر زيان اليدراج يطلع عن هذن شنو يا اما بالرينل يا اما بالفيسز يعني عادي التي دي زي بي بي بينما ذاك بال oxydation زيان and the majority of elimination occur via ليفر يعني انه صح يطلعن عن طريق اليورن والبيل بس اكتب شي يطلعن عن طريق البيل يعني يطلعن بالخروج يعني بالادراج طلعن اوكي بس مو بنسبع عالية no dose adjustment are required for either agent for renal or hypotic dysfunction هاي جدا مهمة يقل لك اي شخص اده مشكلة بالليفر لمشكلة بالكدني عادي يعني هذن ما رح يأثمن عليه بشكل قوي زيان ليش لان ما يأذن الليفر فتقدر تنطيها للمرضى اللي يعدهم مشاكل بالكلية ومشاكل بالكبد الادفرس افكت ما لتقي لك الموست كومن ادفرس افكت اللي هو جي اي ت ابسيت زيان نوزيا دياريا هيدك راش يعني هي حساسية بالجلد يقومي يحك ثرامبوسايتوبينيا زيان اه اللي هي ثرامبوسايتوبينيا اللي هي قلة بالصفاحات الدموية زيان يقل العدد صفحة الدموية هاي شوكت يصير اذا ظل يتأخذ هاي الأدوية اكثر من عشب تيام يعني لمدة طويلة اللي نزولايد والتدزولايد possesses non-selective monoamine oxidase activity and may lead to serotonin syndrome if given concomitally with large quantities of tyramine containing food selective serotonin uptake inhibitor or monoamine oxidase inhibitor the condition is reversible when the drug is discontinued irreversibly peripheral neuropathies and optic neuritis causing oblidings have been associated with greater than 28 days for use ملخص هذا الحاجي يقل لك هذا انه يعتبر ماو انهبتر شافوهن انه يثبط ان عمل هذا الانزيم هذا الانزيم هو ذك ركب الانس اللي يساو ميتابولزم الكاتيكول امين واغلب ادوية اللي ابناجك اغونيست زيان فهنا رح يسبب تراكم خصوصا بالسيروتونين زيان فيصر عدي سيروتونين ساين دروم زيان ليش لانه رح يقلل الاوبتيك مع السيروتونين لهذا الهاماتين رح يقلل التكسير مع النوربنفرين والإبنفرين فهنا رح يزول عدي السيمباتاتيك اكتيفتي فممكن شي يصر عدي او اوبتيك نيورايتس زيان التهاب بعصب العين زيان ممكن مدة شهر او قريب الشهر انا ممكن اتعرض لخطر ان عيني تقوم تغوش او افقد البصر نهائيا فهذين ادوية جدا قوية والأدوية جدا قوي فلازم ما استعمالهم لمدة اكثر من اسبوء او اكثر من عشر ايام ولهن انا واخيرا خلصنا واحد من اصعب الشابترات يو البروتين سينثيس انهيبتر زيان هذا كل ما البروتين سينثيس انيبتر وادوية البروتين سينثيس انيبتر وادوية التغصير وادوية خاف قصرت بالشرح بس اخر الادوية اذن مصدر ما منطيهن حق وإلا ذانويد نحكيين عن كل واحد ماشاء الله يبادل محاضرة بس المصدر كيفنا بشكل جدا مختصر فانا اضطريت احكي لهم شكل مختصر بما موجود بالمصدر لان لا نريد نطيكم فد شي فوق المطلوب شكرا جزيلا لحسن استماعكم وادروونا على التغصير الملخصات والملف ما لها الملزمة هو ملخصاته وحتلقوهن بالقنام الملفات اللي موجودة بالدسكريبشن ادروونا على التغصير شكرا جزيلا لحسن استماعكم وادروونا